السلام عليكم وانا احطلوها كده. موقف غريب قوي فيه عنيف او صدفة عنيفة جدا. يعني حبيتها شاركها معكم. الديبلومة الامريكية اللي احنا شغالين فيها او بندرب الطلبة بتعتمد على المخ بتعتمد على التحليل منطقي وحاجات لطيفة كده. وما ينفعش خالص تختار بالشبه. يعني ما ينفعش تقول السؤال فيه كلمة كذا مثلا ففيه كلمة كذا في الباسج يبقى ده الاختيار الصحيح او دي تشبه دي فده مقلب يعني ده بيبقى مقلب بنسبة تسعين في المية. فاحنا بنبزل مجهود كبير جدا ان احنا نخرج الطلاب من البوطاقة دي اي حد بيختار بالشبه دي شكلها حلو. فنختارها دي شبه دي فيبقى الاتنين دولار يمشوا مع بعض. والكلام ده ده بنقول عليه كوفتاجي وبنقول لا يا جماعة. وبنبزل موجود كبير جدا ان احنا نخرج الطالب من القصة دي او من الدايرة دي. ان هو يبطل يختار بالطريقة دي ويبدأ يفكر ويبدأ يعني يبقى عنده تحليل منطقي للاشياء وكذا. المفروض طبعا انا بشغل معايا مساعدين. المساعدين دول كلهم من طلابي. بلا استثناء. بقالي دلوقتي من 2016 من اول السات الجديد اللي هو دلوقتي بقى السات الاديم يعني. نيو سات اللي هو الورقي ده تمام. وانا بشغل معايا بتوعي. لان انا جربت اجيب ناس من بره طلع عيني. طلع روحي عشان افهموا دماغي وفهموا شغلي وفهموا الكلام ده كله. فلاقيت ان انا بختار الطلاب المميزين عندي واشغالهم معي. يبقى انا من ايه? من 2016 لغاية دلوقتي اشغالش معايا من بره. خالص طلاب شطار بيتميزوا بان هو شاطر. آآ جاي بسكور عالي جدا. بيفهم انجليش كويس خالص. محترموا ابن ناس واسلوبه شيك مع الناس. آآ بيحب يعني من الحاجات اللي بتخليني اجيب الطالب ده. ان هو بيحب يخدم غيره. آآ يعني بيتطوع عشان يساعد بقية ايه? بقية الطلاب. فبحس ان ده نموذج كويس. آآ وطبعا بييجي بيشتغل فورفيزي يعني مش بيشتغل آآ مجان. بس انا بيحب ان هو يبقى عنده الاحساس ده. ان هو بيحب يساعد. مش مجرد ان هو يشتغل عشان مرتب او عشان آآ الكلام ده كله. المهم بقى اللي حصل ايه? ان التيمليدر بتاعهم آآ انا اكتشفت في فايل من الفايلات خطأ بشع. يدل ان اللي عامل الكلام ده كفتاجي. يدل ان اللي عامل الموضوع ده حد من اللي هم بتوع بالشبه. دي شكلها شبه دي. بقى دي ايه? تتحط في الفايل ده. فانا زععت على الجروب وقولت له مستحيل يكون ده ابني ابدا. مستحيل يكون ده حد من طلابي ابدا. ها? الشخص ده مش ممكن يكون اعد عليه قبله. طبعا احنا بنخرج كل سنة. مش مئات من الطلاب. آلاف من الطلاب. فطبعا انا باتكلم بشكل مبالغ يعني. يعني انا بقول دي مبالغة يعني مني. فايه? فايه? يعني ازاي يعني? ازاي طالب من طلابي يعمل حاجة من هذا النوع? فالمهم التييم ليدر جات لي على جنب كده وقالت لي خد بالك كنا مزنوقين في فترة من الفترات انت ناسي بس كنا مزنوقين في فترة من الفترات ومفيش يعني في كتير منهم مشغولين في امتحانات وحاجات زي كده وبعضهم دخل كلية الطب ودخل كلية عملية فاسابونا. اعتذروا يعني وما قدروش يكملوا. فاضطرينا ان احنا نجيب حد آآ معانا في التيم ودي فعلا مش من طلاب. ايه رأيك? انا انا اتفاجأت وانت ما اتفاجأت اتفاجأتش دي بقصتك يعني. فانت ازاي? فانا قلت له الله العظيم دي حاجة فرحتني يعني. ان فعلا ما عندناش النوع ده من الطالب. الطالب اللي هو بالشبه اللي يشوف دي شكلها كذا فدي او دي شكلها حلوة او دي شكلها وحش فانستبعدها او الكلام ده كله. فضل الله سبحانه وتعالى اي حد بيخش المنظومة عندنا ما عندناش النوع ده من الايه? من الطلبة وقد تكون الموقف ده بالنسبة لك. مش مثير يعني. هو مثير بالنسبة لي ودي قناة بتاعتي فانا اقول فيها اللي رايز. سالف الله يا جماعة. سلام اشتركوا في القناة